أعلن صندوق تحيا مصر أن عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم وتمكين المرأة المعيلة مصطورة بلغ 7386 مشروع حتى يونيو الجاري بتمويل قيمته 113 مليون جنيها وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة لمرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت تراوح عمرها ما بين 21 و60 سنة ليساعدها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هذا وقد تم تمويل 15 مشروع في حلايب و30 وأبو رماد بقيمة نصف مليون جنيه